بينما الصراع السياسي في العراق يقود البلاد نحو المجهول يخرج مصطفى الكاظمي بتصريحات تنم عن رئيس حكومة منفصل عما يجري فعندما يتحدث عن الأمن والأمان والحوارات السياسية التي يسميها وطنية يشعر السامع لكلامه وكأن هناك عراقا آخر لا يشهد صراعا محتدما بين القوى السياسية ولا ميليشيات تتقاتل ولا وجود للجريمة المنظمة التي أصبحت جزءا من يوميات شارع العراقي تحدث الكاظمي كذلك عن إصلاحات اقتصادية في فترة حكومته في حين أن نسبة الفقر والبطالة بلغت أوجهها في هذه الفترة وعرج الكاظمي كذلك على قيام حكومته بخطوات جادة لمعالجة ملف السلاح المنفلت متناسيا أن العراق تجاوز مرحلة السلاح المنفلت إلى مرحلة هي أشد خطرا والحديث هنا عن الطيران المنفلت الذي كاد أن يكون الكاظمي أحد ضحاياه وإمعانا في تجسيد دور الضحية يرى الكاظمي أن الصراع الحالي القائم بين الأحزاب سببه وجود أطراف تريد استهدافه وتسقيطه في إشارة إلى زعماء في الإطار التنسيقي الواقع المرتبك في العراق أعمق أسبابا وأكثر خطورة مما جاء بتصريحات الكاظمي هناك طرفان نافذان في الدولة وصلا إلى مرحلة خلاف حول تقاسم الزعامة من منطلق أن كرسي القيادة لم يعد يتسع لطرفين إما الإطار أو التيار لذلك لا عبرة للحوارات والمباحثات بعد أن وصلت الأمور إلى مرحلة التحاكم إلى السلاح ولا نقطة التقاء بين من يريد حل البرلمان وآخر يصر على استئناف جلساته وتشكيل حكومة جديدة وبالمحصلة بالنسبة للشعب العراقي البلاد تمر بمرحلة فراغ سياسي منذ نحو 20 عاما وليس حاليا فقط لكن الأزمة الحالية زادته قناعة باستحالة تغيير الواقع دون الإطاحة بالمنظومة الحاكمة قبل أي خطوة بناء مستقبلية